هنأ التجمع اليمني للإصلاح، القيادة السياسية والشعب اليمني في الداخل والخارج وأبطال الجيش والمقاومة الشعبية بتحرير مدينة وميناء المخى من سيطرة الميليشي الانقلابية وقال بيان الأمانة العامة لتجمع اليمني للإصلاح إن تحرير مدينة المخى يمثل ضربة قاصمة لقوى الانقلاب ويعطي دفعة معنوية تعزز روح الصمود والاستبسال والبطولات لدى قوات الجيش الوطني والمقاومة وأوضح البيان أن الانتصارات العظيمة والمتتالية في كافة الجبهات مؤشر على قرب زوال الانقلاب ودحره نهائيا وإعادة الاعتبار لشرف المؤسسة العسكرية التي حاول الانقلابيون تدنيسها والإساءة لها حاحية الإصلاح سواعد الأبطال التي صنعت الانتصار وثمن الدور الكبير لقوة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي لبت نداء الأخوة وبذلت الغالي والنفيس في سبيل نجدة اليمنيين ولن تنسى الأجيال اليمنية هذه الجهود العظيمة التي سيسجلها التاريخ بأحرف من نور في أنصع صفحاته وجدد الإصلاح التأكيد على موقفه الداعم لكل الجهود المبذولة لإنهاء الانقلاب وإزالة آثاره وبما يضمن إعادة الاعتبار للعملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآلية تنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمر رقم 22-16 وكافة القرارات ذات الصلة اشتركوا في القناة